شاهدنا خلال الفترة الأخيرة إن الإخوان المسلمين أفتعلوا مشكلة كبيرة وضخوا في الجانب الإعلامي عليها بشكل واسع وهم يدركون تماماً على إنه غزواناً مخلافي والقيادات الإخوان المسلمين تدخل وتخرج بشكل يومي من منطقة عصيفرة لمنطقة الحوبان وهناك دخول وخروج للقوات الموجودة هنا في عصيفرة وكلابة بشكل على مدار الساعة لا يوجد هناك عملية حصار إلا على المواطنين فقط وعلى الأطفال والنساء من المدنيين ما حصل الآن هو قيام الإخوان المسلمين بإرسال بعض الشخصيات التي هي أصلاً كانت سبب احتقان الإشكال في تعز من سنوات طويلة وهي سبب إثارة المشاكل السياسية والنعارات المناطقية والنعارات الطائفية ليس من اليوم ولكن من 1993 وهي مستمرة في عملية التغذية الطائفية والتغذية المناطقية والعمل على الاحتقان السياسي وما تم إلا أن تم اتخاذ القرار في الرياض بضرورة على أن تعز يتم إعادة التنمية فيها وإعادة الاستقرار داخل مدينة تعز فربما لم يروق هذا الكلام للتنظيم الإخوان المسلمين فعمل على إرسال هذه الشخصيات لزعزعة أمن واستقرار تعز أكثر وضمان عدم خروجها من يد الإخوان التنظيم الدولي